موضوع هنسميه البيت بيتك بس ما نقصدش به حاجة ما نقصدش به البرنامج بتعزمان لكن نقصد به هل ممكن في الوقت اللي احنا بنعيش وفي عشرين واحد وعشرين حد يروح عند حد البيت ممكن من غير ما يستأذن يعني ألاقي الجرس بيرن كده أفتح الباب ألاقي الضيوف في وش كده احنا جايين وحشتونا وجايين نزوركو هل ممكن حد يعمل كده ولا ما بقاش ينفع زمان يمكن لحد التسعينات ولا حاجة كان فيه ناس بتعمل كده لكن هل في الوقت اللي احنا فيه ده ممكن حد يخبط على الباب وابصة لقيت يوف على الباب أو يكلمني حتى في التليفون يقولي انا شفت عربيتك راكنا تحت احنا طالعين 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 ايه طب الشقة من كركبة ايوة وتفضل تقول لألحق لما البطاعة دي هدي اجري من هنا ادخلي غاره ضوكو فتفضل كده حسيني ان احنا ايه بقنا فريق وكل واحد مقسم نفسه اللي بيعدل الكنابة اللي بيشيل حاجات من على السجادة لسه بتاكلوا وتفرجوا على التليفزيون بسهو بيحصل يعني ايوة بقول للأسف لغاية دلوقتي ده بيحصل رغم يعني زمان بقى مكنش نقول الاتيكيت والأصول ايه ناس كده 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 تبقى تحتبرها بساطة ولا حاجة تانية ايام زمان ان انت كنت بتقول عليها زمان البيوت كانت مفتوحة على بعضها مكنش في حاجة اسمها بقى فن الاتيكيت اصلي الأصول بتقول هي الأمانة الناس كانت بتتعامل بالأصول بشكل فطري وبشكل عفوي لوحدها كده يعني وكان مقبول جدا ان انزلي عند طنط فلانة اللي تحتنا خبطيها تيدي شوية فلفل عشان انا خلصت الطبع ده او ده كان متبادل لكن فكرة اللي يزور من غير معايد من غير ما يقدر ظروف الناس وفي نفسها برضو غير تقدير الظروف يعني ولادي عندهم امتحانات البنت بتمتحن يعني حضرتك جاي هتعطلنا عن المذاكرة وجاية بولادك ولا جاي بولادك فهتشغلوها فهي هتلعب معاهم فالمفروض ان عارف ان فيه امتحانات فطبيعي هقلل الزيار ولانك ما بتردش على التليفون عشان عارف ان طنط فلانة والانكل فلان ده مهما انقلت هيجي فقال لك اعملها لك مفاجأة زم انت بتقول لقيت عربيتك تحت طيب هنكون على الطناك لا ابدا خالص طب يا بخت منذر وخفف خلص قعدت نص ساعة لا خالص ده مش معناه انت مش انسان مضيف ولا بتحبش الناس ولا ما بترحبشه باللي بيجي يزورك بالعكس تمام بس ازاي كلنا نبقى وعيين للاهمية النقطة دي انك لما تروح تزور حد لازم تعرف ظروف الناس اللي انت رايح تزورهم حتى لو قريبين طيب يعني حتى مثلا لو اخواتي حتى لو قريبين وخصوصا كمال لما يبقى كل واحد مستقل بحياته مش انت رايح بيت بابا وماما يعني ممكن يكون اخواتك لسه مش متجاوزين وقاعدين في بيت العيلة بابا وماما ده بيت العيلة بقى يعني ممكن تنزل وتروح في اي وقت عادي جدا اهلا وسهل اخواتك يفتحوا لك وما لابسين البجامع عادي جدا مفيش مشاكل ممكن يفتحوا لك الباب يسيبوك ويدخولوا ينام بيتك يدخل بقى كل اشرف تعبان روحوا ينام على الجنة مفيش مشاكل لك لما تروح تزور ناس حتى لو اخواتك بس بقى عندهم حياة خاصة لو بنتك جاوزت لو ولد بقى معامرة لا طبعا لازم يعني لازم ان الواحد يستقذن باستثناء بابا وماما يعني هي دي الحاجة الحالة يمكن الوحيدة اللي مش هستقذن يعني تباكس الاية كده لو ماما او بابا جايين يزوروك يعني انت خلاص بقى عندك بيتك عمرك ما هتلاقي بابا وماما يخبطوا على البيت كده هتلاقيهم بيتكلموا معك سحى انت كويس وانت صحي هس كنت عايزة عدي عليك وكنت جايب لك حاجات عايزة ضدها لك يابني عايزة تطمن عليك واجهة معك شوية فقال لك الكلمة او بابا تنور في اي وقت فمعليش هتلاقي الدنيا مكركبة والولاد مش هارفة بيعملوا ايه وبيعملوا ايه بابا بس ساعة ولا ساعتين مش هتتكسف منه بس يصد ان هما لما بيجوا يزوروك اخواتك او باباك او امامتك هتلاقيهم بيستأذنوا العكس بقى لو انت رايح بيت العيل لازم ما بقولك مش هتفكر ان انت تعمل طب الناس يعني احنا عايزين نطلع اسألة ويا ريت نستنى اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت ويمكن الحابب يتصل بنا يتصل يعني اللي بيجي من غير معاد ويخبط على الباب وافتح هلأ ايه هو أسرته جايين ينظرونا احنا جايين نظركوا دي بتعتبروها يعني عشم ولا بتعتبروها حاجة تانية انا مش عايز اقولها لو حضراتكم تجاوبونا تبقى دي حاجة جميلة جدا 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 وهل ان احنا بقينا في العصر اللي احنا في ده والوقت اللي احنا فيه ان احنا لازم نستأذن هل دي حاجة حلوة ولا بتعتبروها حاجة مش كويسة لا وزمان كانت احسن وزق برجلك الباب ودخل وبرحتك ومش عارف ايه ومش مشكلة حتى لو البيتنا مكركب احنا مش غرب على بعض والكلام اللي بيتقال ده فرأيكم ايه في القصة دي؟